بسم الله مرحبا بكم معكم ابراهيم محمود مرسي الفيديو الحالي بعنوان تصميم فيهرس في الاكسل اه اللي هنعمله في الفيديو الحالي ان عندنا فيهرس ممكن نعمل طبعا الفهرس ده عبر عن الصفحة والموضوع ونكتب اسماء الصفحات او ارقام الصفحات وانواق وعنوان الموضوعات كده مباشر زي العمود ايه وبيه كده ولكن ممكن ايضا اننا نعمل الفيهرس احترافي زي ده كده في العمود دي مكتوب الفيهرس في منتصف السطر كده وبعد كده كلمة مقدمة وبعدين نقط كتير وبعدين رقم الصفحة اللي هو في الاخر سبعة الباب الاول ونقط وتسعة الموضوع الاول ونقط واحد عشر والكلام متوازن فيه يعني نوع من التوازن كده بين يعني مثلا كلمة صور كلمة عبارة عن تلت حروف ورقم الصفحة عبارة عن يعني خنتين او منزلتين حرفين اتنين او رقمين فهنا كلمة المبحث الثاني حروف كتير جدا ورقم الصفحة كبير يعني منزلتين ومع ذلك يعني الموضوع متوازن متوازن كلام في البداية ونقط والنقط دي متوازنة كده للوصول للنهاية وبعد كده رقم الصفحة هنعمل الكلام ده ازاي في الاكسل ده اللي هنشرحه بالتفصيل في الفيديو الحالي بندعوكم طبعا للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات وايضا الانتساب للقناة وكتابة التعليقات والاستفسارات ونبدأ على بركة الله هنحزف الداتا اللي عندنا دي ونبدأ من البداية نحزف نضغط على زر دليت نحدد ونضغط على زر دليت ونبدأ مع بعض الشغل العملي هنستخدم دوال في الاكسل ونركبها مع بعض كده للوصول للمطلوب اول حاجة احنا عاوزين نعمل نكتب في البداية كده في اول الخلية من هنا كده كلمة مقدمة باب الاول الموضوع الاول الكلام ده يبقى اول حاجة هقول له يساوي طبعا هضغط على علامة يساوي وهقول له اكتب لي اول حاجة اللي هي يعني اه بيتو لو ضغطنا كده خلاص هو اكتب لي هنا كلمة المقدمة يبقى احنا كده وصلنا للنتيجة الحالية دي طيب عاوزين بعد كده نعمل ايه بعد انا عاوز اعمل نقط والنقط دي تكون كتير بس مختلفة من اه من مكان لما كان تعالى الاول نعمل نقط سابتة النقط دي هنعملها ازاي هروح بعد وهقول له اللي هي اه عالمة الجايد دي ده اللي بتكرر لقيمة معينة او حاجة معينة اسمها اه ريبت اللي هي دي والحيان بتاعها بيقول لي تكرار نص بعدد مرات معطى تمام هكرر ايه فطبعا هضغل عليها دابل كده او تاب علشان تزهر معايا هنا واول حاجة في الريبيت اللي هي التكست اهوت ايه التكست انت هتكرره النقطة ولكن اي تكست المفروض نضيفه اه بين تو كوتيشن كده او علاماتي تنصيص يبقى جوة الكوتيشن دي او علاماتي التنصيص دي هكتب النقطة اللي انا هكررها تمام وبعدين فاصلة منقوط عشان انقل برة واقول له كرارها كم مرة كرارها مثلا تلاتين مرة ماشي خلاص كده واقفل القوس واقول له انتر قال لكلمة مقدمة وتلاتين نقطة بعدها واضح كده نسحب حط كل الكلام والنقط بعدها تلاتين نقطة تمام طيب بعد التلاتين نقطة دول انا عاوز اضيف بقى ايه اسم اه رقم الصفحة اللي هو ده الف ايه تو يبقى هروح هنا في اخر الخلية بتاعتي اخر المعدة دي واقول له كمان مرة اند اه 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 تشاور عليها يعني رقم الصفح قال لي خلاص هنا ده رقم سبعة ولو كررت كده كتب لي اه مقدمة سبعة باب الاول تسعة الموضوع الاول تلاتتاشر المبحث الاول سبعتاشر بقى وهكذا بس عندي مشكلة ان كلمة المبحث الثالث دي كلمة كبيرة وبعدها تلاتين نقطة وبعدها الرقم الصفحة كلمة تعقيب كلمة صغيرة وبعدها تلاتين نقطة وبعدها الرقم الصفحة يعني الموضوع كده راح وجاي كده ومش متناسق فانا عاوز اضيف عدد نقط يكون متغير يعني مثلا اه يكون عدد نقط معين تلاتين نقطة مثلا بس اه يحسب لي عدد اه الحروف اللي موجودة او الحروف والمسافات اللي موجودة في كلمة الباب الاول ويخصمهم من التلاتين نقطة دول وكمان يخصم النقل عدد يعني دي سبعة دي نقطة اه منزلة واحدة والتسعة منزلة واحدة تلاتتاشر منزلتين احد وعشرات يعني خانتين معايا طيب ايه الدالة اللي بتحسب لي عدد اه اي عدد الحروف اللي في النص طبعا هروح هنا الدالة اسمها لو كتبها يساوي اللي هي دي ماشي بيقول لي ارجع عدد الاحرف في السلسلة النصية هضغط عليها كده وقول له هاتي ده مسلا اللين بتاع مقدمة كم خمسة طب اللين خمس حروف اللين بتاع اه اي حاجة بدول اهوت مسلا صور تلاتة لاحظ انت صاد وورا وهكذا دي احداشر ده تلاتتاشر ده اربعتاشر ده خمسة تعطيب تمام يبقى انا عاوز اخصم عدد الحروف اللي في الكلمة من النقط دي عشان عملية تكون متناسبة شوية وكمان اخصم عدد ايه اطرح عدد الاحد والعشرات او الاحد بس يعني الاحد بس منزلة واحدة او رقم واحد او حرف واحد والاحد والعشرات حرفين ولو مئات يبقى ثلاثة طيب هعمل ده ازاي بنفس الدالة بتاعت دي هروح عليها ادخل على احنا قلنا هنا ايه اكتب لي اسم الموضوع وبعده تكرر النقطة لاتكرار تلاتين مرة تمام بس انا مش عاوز تلاتين مرة بس انا عاوز تلاتين مرة واترح منهم يبقى هعمل علامة النقص وافتح القوس بتاعها طول السلسلة النصية للبيتو وبعدين اطرح كمان من المعدلة دي كمان مرة اطرح طبعا انت ممكن تفكر وتجيب يعني صيغة افضل من كده يعني ممكن تقول له مثلا انا هنا هطرح طول كلمة مقدمة وطول كلمة وطول العدد بتاع الصفحات من اين من التلاتين نقطة ممكن انت مسلا تقول له لا جمع علي المقدمة وعدد الصفحات عدد الحروف اللي فيهم وبعدين اطرحهم جمعهم يعني زائد بنقصين كده لوحدهم وخلص المسألة وبعدين اطرحهم من التلاتين يعني فيه اكتر من فكرة ولكن خلنا نمشي بالخطوات دي حاليا لن لأيين تو وقف الوقس بتاعك طيب نشوف كده احنا عملنا ايه احنا كده قد نعلم اكتب لي في الاول البيتو اللي هو اسم الموضوع مقدمة او الاول او الموضوع الاول او غير وبعدين نكرر النقطة تلاتين مرة بس مش تلاتين مرة صافية تلاتين واطرح منهم الخامسة بتوع كلمة مقدمة او التلاتاشر بتوع كلمة الموضوع الاول او الاربعتاشر بتوع من او الخامس او التلاتة بتوع صور واطرح كمان من التلاتين ماشي واطرح كمان من التلاتين عدد الارقام اللي هنا يعني السبعة ده رقم واحد تلاتاشر ده رقمين سبعتاشر رقمين واحد وعشرين ده رقم رقمين وهكذا يبقى تطرح منهم العددين مجموع دول اتنين مثلا خامسة واثنين سبعة تطرحهم تلاتين يقفضل تلاتة عشرين نقطة. مسلا. وبعد كده اكتب العدد اللي هو موجود في الخلية اي تو اللي هو رقم الصفح. تعال نضغط انتر ونسحب المعادلة دي كده. هتكتشف ان الموضوع بدأ يتزابط معنا. دول المفروض انهم تلاتين نقطة. النقط اللي هنا دي. تلاتين نقطة. بس مش تلاتين صفية. ده تلاتين الا او ناقص هنا خمس منازل يعني خمس حروف بدأ شلنا خمس نقطة وشلنا كمان نقطة من هنا. لو عددت النقط دي هتلاقيهم اه ستة وعشرين نقطة. لان خمسة واحد ستة. تمام? يبقى فاضل اه اربعة وعشرين نقطة. تمام? اه وهكسب. طيب. تلاتين نقطة ده عدد صغير جدا. العمود مش يعني المفروض اكبر من كده. فنغير التلاتين دي ونخليها مسلا خمسين. خمسين برضو مناسب شوية بس لسه في حطة فاضية هنا وحطة فاضية هنا خليها خمسة وخمسين مثلا. او تمانية وخمسين. اي عدد انت تخضره. كده كويس. ونبدأ نسحب المعادلة علشان يتم تضيق الشغل ده على كل العمود اللي معايا اللي هو في الكلام ده. طيب. اه كده كويس جدا. ويعني دي المعلومة مباشرة. احنا كده عملنا الفهرس بتاعنا وكلام ده. لو عاوزين النقطة دقائتنا دي مثلا نستبدلها بحاجة تانية. نستبدلها بحاجة تانية. بشارطة مسلا او علامة ناقص او كده. ماشي بس طبعا التمانية وخمسين ده تيدبقى جبيرة جدا. طبعا نستبدلها الاول كده. نقول مسلا نستبدلها بعلامة ناقص. الشرطة دي. ماشي. وطبعا هنا هو مش هيحسن. هنا النائص دي عملية حسابية. النائص دي عملية حسابية طرح. انما دي مش عملية حسابية ليه لانها نص هو عرف منين انها نص وما تعملش معاها لانها عملية حسابية لما لقاها بين علامتين التنصيص اي حاجة بين علامتين التنصيص دول الاقواس اللي هي المكررة دي الصورة اللي قدامك دي هو الاكسل ما بتعملش معاها بيقول لك ده نص ده زي كلمة او كده يعني مش بيعمل عليها اي علامات خلص او اي حاجة ولكن هيكرر الشرطة دي لمدة او لمدى تمانية وخمسين مرة بعد ما يطرح من التمانية وخمسين الاعداد اللي معنا هضغط فيظهر لكلمة مقدمة بالشكل ده وطبعا نكرر هيظهر معايا بالشكل ده ولكن طبعا تمانية وخمسين ده عدد كبير بالنسبة للشرطة دي فنخليه مثلا تمانية واربعين او لا تمانية واربعين شوية خليه مثلا اه تعال نقول مثلا خمسين او تلاتة وخمسين ونكرر اعلى واسفل كده طبعا تزبط معنا الموضوع تماما واصبح عندي فهرس جميل جدا اه ولكن طبعا الشرط دي مش مش هي اللي انا عاوزها فانا هارجع للنقا التاني هارجع للنقا التاني سريعا كده نقطة وخلي دي تمانية وخمسين او تسعة وخمسين خلال تمانية وخمسين وبعدين اه نعمل عشان ينزبط معايا خلاص كده ده كل اللي حاولت اني اعرضه في الفيديو الحالي اه عمل فهرس او تصميم فهرس لكتاب او اه مذكرة او مسلا مكد او رسالة ماجستير او غيره في الاكسل او حضرتك بتعمل فهرس لموضوعات معينة لاشكال اه يعني تحليلات للبيانات لغيره فا اه مهم ان انت تعمل فهرس زي ده ويكون فهرس احترافي ما يكونش يعني كده اه الصفحة والموضوع ولكن يكون اه بصورة يعني مناسبة واحترافية اه ده كل اه شيء بالنسبة للفيديو الحالي شكرا لمشاهدتكم طيبة وإلى لقاء قريب ما تستعاش طبعا تشترك في القناة وتضغط على زير الدراسة وتشارك الفيديوهات ولو عندك استفسار اكتبه لنا في التعليقات ولو ما عندكش استفسار برضو اكتب لنا في التعليقات ده شيء بيهمنا جدا وبسعيدنا جدا ولو تقدر تعمل اجتساب للقناة ده ايضا هيسعيدنا للغاية شكرا لمشاهدتكم وإلى لقاء قريب كنت معكم ابراهيم محمود مرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته